فيه تعويض تاني كمان اسمه تعويض الفقد في النشأ سواء تعويض حنان للأب أو تعويض حنان للأم هنا الزوج أو الزوجة عايز زوجته أو زوجه الأخرى تبقى أمه فيحكي لها درجة أنه وصل به في الزواج الدواء الزواج المكمل أنه يجي يحكي لها مغامراته العاطفية أو يجي يحكي لها مشاعره مع زوجته الأولين إيه ليه طيب معي أمه اللي بتقبوله قبول اللي بتحبه حبه غير مشروط فهي المفروض تفرح ابني ما شاء الله الستات بيتغزله فيه وينسى خالص أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صاخة الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعين خريفة أو تكون الزوجة عايزة يحتوي احتواء الأب لكن ساعات الزوج ما بيكونش قادر إنه ويحتوي زوجته الأخرى احتواء الأب خاصة لو خرج من أعباء زواج سابق وهو ما يندوش وقت ولا عنده طاقة إنه ويعمل كده أو هو لسه ما نضاكش النضوج الكافي إنه ويعمل كده فمشكلة الزواج التكميلي هو بناء الزواج على فكرة التوقعات كل واحد داخل الجواز ده ومتوقع إن الطرف الثاني عيكمله للنواقص اللي عنده ويلبيله احتياجاته بس فلو ما تحققش ده يبقى خلاص فوقات الزواج اللي بالشكل ده بيكون فيه قدر كبير من الأنين فلذلك الشخص لما يجي يتزوج زواج آخر ما ينفعش يبني الزواج ده على الصورة اللي هو عايزها وعلى توقعاته من الطرف الآخر وينسى خالص الطرف الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيراعي زوجاته وبيراعي حتى صفات كل واحدة فيها فكل زوجة من زوجات حضرت النبي كان بيعملها بهيئتها وبحالتها وبنفسيتها وبحتياجاتها احتياجات السيدة عائشة كانت مختلفة وانا هنيجي مرة نتكلم على زوجات رسول الله زيجات رسول الله سلم لإن رسول الله كان بيقدم لنا هو صاحب التشريع فبيقدم لنا إزاي نتعامل في أنماط الزيجات كلها وعشان كده كان فيه ستين عائشة وكان عندنا ستين سودة وعندنا ستين سيدة زينب وعندنا ستين حفصة كلهم كانوا بيمثلوا أنماط من أنماط الزيجات وكان رسول الله بيتعامل مع كل من كل زوجة من زوجاته بما يتناسب معه فالزوج ممكن يكون لما يكتفي بالزوجة الأولى عشان هو مقدرش يكتفي بيها لأنه مقدرش يقراها صح إزاي يتعامل مع احتياجاتها فحصل الصدام بينه وبينها وهو ما حاولش يستمر في التعرف عليها ولما بيستمر على هذا الوضع ما بيعرفش يقرأ الستات ولا بيعرف يقرأ زوجاته من خلالهم هم مش من خلاله هو بتحصل نفس المشاكل برضو مع الزوجة التانية أوقات كتير الرجل في الزواج التكميلي بيحس أنه في صراع ما بين امرأتين فالزوج هنا بيتعامل مع منطقة خطر ومنطقة منطقة حساسة أوي اسمها منطقة الخواطر عايز يجبر خاطر الزوجة الأولى وعايز يجبر خاطر الزوجة الثانية ولذلك بحب الرجل في الحالة دي يقرأ كيف ترى المرأة امرأة أخرى تشاركها في رجل عشان يقدر يفهم نفسيتها ويسمع قوله تعالى ولن تستطيع أن تعديله بين النساء ولو حرسته فلا تميله كل الميل هنا بقى لازم هو يفهم سعاد بعض الرجال بترتكب خطأ كبير لما يكون عايز يحس بأمته فيعمل ايه؟ فيصير تغير تحد فيهم بالكلام عن زوجته الأخر بتظهر أوقات كتيرة مشكلة وهي فكرة العدل لما الزوجة الأخرى ايه اللي حصل؟ تخلف مثلا فتبقى عندها حساسية فعايزة زوجها يجيب لها زي ما بيجيب للزوجة للزوجة الأولى وأولادها بالضبط بالضبط وهنا الناس كتيرة تسأل عن العدل معنات تساوي العدل مش معنات تساوي فقط ولكن معناه المناسبة وسد الاحتياج يعني ايه الكلام ده؟ لو كانت الزوجة الأولى عندها أولاد وزوجته الأخرى ما عندهاش يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى احنا الراعي أن آه ما بين الزوجتين عن ساوي ما بين نفقة الزوجتين بس الأولاد هياخدوا نفقة تتناسب معهم يبقى لازم نعرف أن التساوي بيكون ما بين الزوجات لكن ما بين الأولاد عن راعي احتياجات الأولاد ونزاك حديث سيدنا النعمان البنبشير لما حصل ورسول الله السلام قال له أشهد على جول لأنه هو كان المشكلة ما بين الزوجات أن فيه زوجة عايزة تتميز عن زوجة أخرى عن طريق ابنها ما كانش قضية ما بين الأولاد